تعتزم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتعاون والتنسيق مع كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وشركة ممتلكات وبمتابعة وإشراف من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية تعتزم إنشاء شركة حكومية من المتوقع أن ترى النور خلال العام الجاري تتبنى احتضان جميع المشاريع التي سيتم تجشينها في المواقع المختلفة التي تم تخصيصها لإقامة العديد من مشاريع الأمن الغذائي بالشكل الذي يتواءم مع التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الدعية إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات التي ستصهم في تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين هذا ومن المؤملا تقوم الشركة الحكومية بترجمة الأفكار إلى واقع يحاكي تحفيز متنوع البرامج المتعلقة بقطاعي الزراعة بدون تربة والاستزراع السمكي إذا سيتم إشراك أصحاب المهنة من مزارعين وصيادين كل بحسب قطاعه في أسهم هذه الشركة ذلك انطلاقا من الاستراتيجية الرسمية الرامية إلى دعم العاملين في هذه القطاعات وتدريبهم بتحسين مستواهم المعيشي وتحفيزهم على إدخال المبادرات والبرامج لتطوير القطاعات التي يعملون فيها من خلال الاستعانة بالنظم الحديثة وإدخال التقنيات التي تسهم في النهوض بهذه القطاعات وتعظيم إنتاجيتها مع خفض كلفتها التشغيلية قدر الإمكان